كان فيه طبيب ألمانية كان بتقول اللي احنا بيحتاج لغسيل معدة لما بناكل واجبات فزدة برضو احنا بيحتاج لغسيل عودة لأولادنا لما بيلتهموا أفكار فزدة أفكار فزدة دي ليها نوعين لانا نقدر نقول سوشال ميديا اول انا أبص على أي شاشة هي سميتها بحاجة اسمها توحد تلفزيون الشخص اللي بيقض أكتب من 32 ساعة أسبوعيا على أي شاشة فهو شخص متوحد للتلفزيون أو متوحد الموبايل فالموضوع متوقف على حاجتين لو احنا بيتكلم على الأطفال أو مرهقين عدد ساعات المشاهدة ونوعية الحاجات اللي بيشاهدوه اللي أكتب من أمريكاية لطب الأطفال كان بتنصح أن الأطفال لحد ثلاث سنين ستارت تبدأ تتفرج على الشاشات دي سواء كان فيديو جيم سوشال ميديا أي أنتاكن أي شاشة معروض قدامه من أول ثلاث سنين وده مش منطقي في حياتنا دلوقتي وبيقولوا لو كان غزبا عننا فلا تتعدى الساعة ونص إلى الساعتين يوميا يوميا ما زالوا ما زالوا زي السؤال دلوقتي إيه أضرار؟ يعني ابني خلاص خليني منطقيين بتفرجوا على الموبايل أو التلفزيون لحد ثلاث سنين فيه خطورة كبيرة جدا إيه بقى؟ مدد الميلوتونين اللي خاصة بالنوم تتقاض عندها حساسية من الضوء الأزأ بتاع الموبايل أو التلفزيون فيسبب حاجة اسمها أرق فالأرق بعد كده بيؤدي إلى اضطرابات قبل النوم واحد بيبقى عصبي متنرفز ودي الحالات التفسير كتير جدا حتى الأطفال المراقين اللي بيجي لهم دايما النعوبات غضب عشان خاطر مش المخ مش عالف يرتاح فبيناء معدد ساعات وليل طيب دي أول حاجة تاني حاجة فيه مسارات عصبية بتنمو لحد سنة ثلاث سنين خاصة بإيه؟ التركيز الانتباه قوة الملاحظة مهارات الحفظ اللي هو المهارات اللغوية إذا لم تنمو في السن ده احنا بنتطلع بقى إيه ده ابني اتأخر ليه في النطق ابني ادراكه غريب شوية مش مركز مش بينتمه لما حد بيناديله عشان بقى عنده تشتيد انتباه لأي مدى خارج التلفزيون فانا كده أسرت على حتى مراحل النطق والإدراك وتنمية المهارات وممكن نوصل لدرجة التخاطب الهايبر اكتف اللي احنا واخدين بنا منه جدا الأطفال بنا نقول زمان كان قشقية بس دلوقتي الشقاوة بقى فيه حركة زيادة عشان حضرتك قاعد سلبي جدا قدام تلفزيون فبيسبق حركة زيادة فرط حركة؟ اه طبع هما بيقولوا انه هو ممكن يسبب ADHD الفرط الحركة من النوع الأول لو قاعد قدام التلفزيون بس حتى لو ماسببتش فرط حركة يسبب هيبر اكتف فهيبقى عنده مشكلة في التحصيل الدراسي هيبقى عنده مشكلة حتى الأطفال الخجولين شوية يعني احنا ممكن الموضوع يكون وراسي شوية فاطلع لبابا أماما يكون خجول شوية مكتر مشاهدي التلفزيون بوصل مننا خجول إلى حاجة اسمها متلزمة على العالم الافتراضي ان انا رافض العالم الخارجي وعايش بقى في سوشيال بيدي عام العالم خاص به هو افتراضي مش موجود لحد ما بتوصل حاجة اسمها الاطرابة مسترعة بقى ودي اللي احنا منستغرب لها جدا بسان بقى المنطقية يعني حد يستنى اكاونت فيك مثلا يقول يقلت حد يقول هذه الشخصية عشان هو يلفت انتباه او يقول اللي هو مصاب مرض سرطان او غيره عشان يجذب انتباه الاخرين ده اسمه رطار والمستنع اللي المرحلة قبله متلزمة العالم الافتراضي اللي هي قبله احنا كنا بنشوف الحاجات دي يا دكتور ونستغرب نقول معقول حد يدعي على نفسه عنده سرطان عشان يجذب انتباه الناس ويخلي الناس للتف حاوله وتسأل عليه وتتعاطف معاه اه طبعا هقولك ليه ايه الشخصات اللي بتعمل كده الشخصات اللي بتعمل كده اللي بتبدأ جوه البيت مش حاسة باهتمام قد يكون الاب والام غزبر عنه مهتم بحد اصغر او اكبر او مهتم ان يوفر له على الاقل حتى ظروف معيشية كويسة فمش مركز مقاوي مظبوط فهو يبدأ يحس لو هو عايز يجذب انتباه فممكن يعمل حاجة اسمها كذب اللي هفت انتباه هو عارف اللي انت اللي انت هتعرف لو هو كذب بس عشان يرفي انتباهك او كذب الانتقامي لو حاس لأخوه احسن منه وانت دايما الناس بتمدح في أخوه فيبدأ ينتقم من أخوه ويبدأ يجذب في اي حاجة اللي بيتزود قوي الحتة دي انه هو اللي بنعاده قدام التلميزيون فترات طويلة فاحنا بنساعده جدا في الحاجة اسمها التأثير الوهم السلبي انه هو يبدأ يفكر في الحتة دي طب امش حاسب مفيش اهتمام فعيش في متلازمة علامة الفترات دي وحط حتى حاجات مقالات على سوشال ميديا او الحاجات دي وابدأ اتخيلها او ابدأ انصاعا للجماعة اللي تتنمر علي عشان برضو احس اللي انه ليه كان وبنتنتهي دي احنا بالتكلم علي